أنه لاعب كبير جداً يسير في خطة ثابتة الأسبوع الماضي كتبت صحيفة منذ دي بورتي ومقالة مطولة لغاسكون على أن لامينيا ما سيكون نافساً قوياً على الكرة الذهبية ولكن في اعتقالي لازال ينتظره الكثير لأنه عليه أن يحق نتنج كبير مع برشلونة في المسم القادم وحتى مع منتخب إسبانيا ولكن نحن نشاهد ميلاد نجم كبير جداً أكمل فقط يوم السبت الماضي عامه السابع عشر وأنا أعتقد أنه بهذا الأدى برشلونة يمتلك موهبة كبيرة جداً ومنتخب إسبانيا كذلك يمتلك لاعب كبير جداً كبير جداً السلام عليكم أصدقائي كنتم من أن تكونوا بخير والله خير محبابكم في قناة شكوم وقناة نيوز الخبر أصدقائي كيف ماشينا في مقدمة دي الفيديو الإعلام العربي كلك يتكلم على لامين جمال على قناة فرنسية نجوفو أش مقالو على لامين يامال لامين جمال ليقدم أدى جد رائع في كأس أوروبا وقالوا في القناة لامين جمال يكون من أحسن لائبا في كرة القدم وهذا فقط غير 17 سنة مازال عنده القدام فيني يعطي ويعطي ومازال يزيد السفد ويأخذ الخبر لا أطور لكم أخوتي دخل لكم تفرجوا في الإعلام عربي أشنو قالوا على لامين جمال وكذلك منسى الشارك فيها يتحكم بشكل كبير في المجموعة يعرف ماذا يريد اللاعبين كذلك يؤدون دورهم بشكل كبير جدا إسبانيا استحقت أن تكون بطلة لأمم أوروبا عن جدارة واستحقاق لمين استحقت عن جدارة واستحقاق المطقة الإسبانية لرقة الأفضل في هذه البطولة والله قلتنا في قنوات أخرى قلت أنه في بطولة ليست جميلة البطل جميل جدا البطل جميل جدا يعني أنبو شمبيون في دورة غير جميلة من مستوى التقني يعني نقول من جمال من الكرة اللي شاهدناها اللي ما كانتش نتكلموا عليها لماذا والأسباب الفريق الإسباني بدون تكملة لوشق الأخ أحسن فريق الفريق اللي فز بسبع مباريات تفوز على إيطاليا كرواتسيا إنجليترا فرنسا وألمانيا في دورة واحدة ما تقدر تكون إلا بطل يعني عن جدارة واستحقاق الفريق قدم كورة جميلة الفريق ما كانش هو المرشح وهذا يساعد الفريق الإسباني نظرا لمعدل العمر الشباب يعني لعبين 17-18-19 سنة وما راكش فافوري يعني تلعب بأكثر رياحية المدرب كذلك ليس بالمدرب المعروف الذي كاد أن يقال قبل اليورو يعني نظرا اللي كانت النتائج وعنما واللعب ما كانش كما يحبوا الإسباني نتحدث عن هذا المدرب ولهذا يقدر كل هذه المعطايا تعطتنا بطل ممتاز سجل 15 هدف أول مرة فمنتخب يسجل 15 هدف ومنذ الوفيل فورميول يعني سبع مباريات أول فريق أول منتخفز بكل المباريات ويعني متعنى وعن جدارة واستحقاق ويعني صراحة فوز كرة القدم الأمس فوز كرة القدم أيضا محمد مندور أعتقد أعتقد المنتخب الأسباني استحق بجدارة واستحقاق وأداء مرتفع جدا مرتفع النسق مرتفع اللياقة البدنية مرتفع المهارة كل شيء في الملعب كان يؤدي إلى أن المنتخب الأسباني بيفرض هيمنته في كل المباريات نحن رأينا هو بيلعب مع صاحب الأرض المنتخب الألماني وكان أفضل في فترات كتيرة من المباراة رأينا أنه بيلعب المنتخب الفرنسي صاحب الحزوز الأقوى هو أيضا بيفرض سيطرته في دور المجموعات بيفوز على المنتخب الكرواتي القوي بيفوز على المنتخب الإيطالي وفي المباراة النهائية أيضا بيفرض سيطرته على المنتخب الإنجليزي إذن كل هذه الأمور ما جاتش من فراغ المنتخب الأسباني بيواصل هيمنته مع ديلافوينتي تحديدا الرجل فاز بيورو تحت 19 عام يورو تحت 21 عام نحن نتحدث عن ديلافوينتي أعتقد حقيقة يستحق كل شكر وثناء على هذا المنتخب الشاب الجميل عمر يعني منتخب كان اشتغل بعيدا عن الضغط ما كانش منتخب مرشح هناك مزيج بين الخبرة والطموح هناك لعبين يعني شبين ولعبين أيضا مثل سانشو مثل رودري مثل لابورت يعني لاعبين خبرة وكانوا تقلقوا في هذه وكانوا تقلقوا وهناك أيضا مزيج بين لاعبين فنيا يعني فرديا ممتازين وأيضا جماعيا هناك مجموعة ممتازة شفنا يعني ضد فرنسا كانوا انتصروا يعني يمين لمال كان بعرض فني يعني فردي وهدف فردي وكنا يعني شاهدنا البرح هدف وليامس كان عمل جماعي وطلب كرة من موراتة والتهديف من وليامس والتمرير من يمين لمال يعني هذا منتخب متكامل ولما نتحدث على الكرة الشاملة نتحدث عن منتخب الإسباني ونتحدث أيضا نتحدث عن يمين لمال هذا اللعب لمين يمال يمين لمال لمين يمال لمين يمال لمين يمال خطأ لمين يمال إذن بالطبع نتحدث عن نفس الاسم لمين يمال لمين كزيم لمين يمال الذي بلغ 17 من عمره عشية المباراة يوم السبت إذن قبل المباراة النهائية ولكن قبل ذلك كان أصبح أصغر لعب يلعب في النهايات الأوروبية أصغر لعب يسجل هدف في النهايات الأوروبية وأصغر لعب أيضا يمرر في النهايات الأوروبية لعب استثنائي وذلك من يقول أنه ربما يستحق الكرة الذهبية منذ الآن لمين مالجمش الولد يعني دعوه شو يسترون كيل لأنه 17 سنة يدي الكرة الذهبية وما يفقى والو نظن فهذه الدورة كان لعب مهم في مجموعة التوليفة كانت ممتازة أنا نقول هذا اللاعب يعني رأو سابق يعني الإحصائيات في نفس رونالدو أحسن ممرر في اليورو عموما تاريخيا بسبعة تمريرات في ستة يورو لعب هذا تربعة تمريرات في يورو واحد يعني إذا كمل فهد المينوال رح يكون لعب له شأن كبير في كورتغاد ولكن نحن نعرف أنه لازم نتسبقوش الأحداث اللعب لازم يكون في الموسم القادم لعب سنة كبيرة في الفارق في برشالون ثم مع المنتخب الإسباني في كاس العام بكل نظن كل بوادر نجحت على اللعب موجودة لعب يعني ممتاز باكتيكيا بدنيا كان حاضر يعني ولذا تساعدوا باش يعني أبهر كل جميع هو التوليفة اللي كان معاك عندما يكون عندك لعب مترك رفاق الموراك ما تخافش يعني صراحة من الأدوار الدفاعية وكذا يجيوا اللعب بين وسط الميدان رودري وكذا حافظوا عليه حتى المدرب كان ذاكي في التوظيف تاعه في خرجه في البوم ويعني في الأوقات اللي لازم ولعب يعني بأرياحية توظيف ندمج بقوة ندمج بقوة وبسرعة في طريقة لعب أسلوب لعب المتابل الإسباني هذا اللعب تحدث لمينة مع كروخالة على الطرف الأيمن طبعا لما تشوف لما توج هو البارح بأحسن لعب شاب في الدورة كان زملائي والكل كانوا فرحانين كمال معناها كان المجموعة خذت التتويج هذا حقيقة كان قدم دورة كبيرة لما نتحدث على كروخال تحدث على رودري اللي كانوا مسندين وحتى لما يضيع الفرص يعني المجموعة كاملة كانت تراها لما يضيع فرص وهو أيضا حتى تشوف في ملامحه ما تشوف الضغط الكبير في ملامحه وحتى في لعبه هذا يترجم أنه لعب حقيقة يلعب بأريحية كبيرة كما لو أنه عنده عشر سنين يلعب في المستوى العالي حقيقة لازم يكمل ويكون مركز وأيضا نقطة كل ما نربط اسم لاعب الكرة الذهبية لا يتحصى على الكرة الذهبية نحكي على مبابي نيمار يجب أن يشتغل يعني لاعبة ذية بعيدا عن الضغط صعب يعني بعيدا عن الضغط لكن بعيدا عن الضغط وبعيدا عن الذهاب إلى الخروج من برشلونة معنا اليوم ويرده يتحدث على أنه أفضل من ميسي هذا الكل مش في مصلحة اللاعب إن شاء الله يكمل في التركيز ويتحسن ويتطور عايز أعلق على كلام عامر خصوص هذا الأمر لأننا كنت بتابع برشلونة وانت تعلم من ذلك تماما في بعض الضغوط من ليفندوفسكي على اللاعب بخصوص التمريرات لأن ليفندوفسكي لم يكن بيمر بموسم جيد وهو اعتبر أن واحد من أسباب عدم التهديف بشكل كبير أن ما فيش مساعدة من الأجنحة وأن لمين يمل والكاميرات التقطت أكثر من مرة أن هناك مشادات حتى في أحد المرات لمين مد يد وعش نسلم على ليفندوفسكي وليفندوفسكي رفض هذا لم يكن لم نكن نراه في المنتخب الأسباني وده من أحد أسباب أن المنتخب الأسباني فاز المنتخب الأسباني في فكرة الإدارة الفنية للمباريات والمجهود الفني والتكتك وكل هذه الأمور هي جيدة ولكن هناك روح ووحدة واضحة جدا في غرفة الملابس لم نرى تدخلات مثل التدخلات التي تحدث في المنتخب الفرنسي من أم رابيو وأم بابي وصراع على شارة القيادة لم نرى سراعات ما بين اللعبين على مراكز كما يحدث في المنتخب الألماني ما بين تيريش تيجين ومانويل نوير ولكن المنتخب الأسباني كله مركز في واحدة وحدة من يلعب من يخرج حتى أننا رأينا مراتل هو قائد الفريق مباريح بيخرج في ديئة تقريبا 65 وبيترك مكان الأورزابال بمنتهى الود واللطف والحب وبيسلم على جميع اللعبين وبينزل أورزابال ويحرز هدف الفوز فأعتقد أن الحاجات دي مؤثرة على لمين بصفة لعب صغير على نيكو ويليامز بصفة لعب صغير وعلى المجموعة بالكامل لذلك فالفريق أدى بشكل جيد حتى رأيت تصريح لللاعب الذي يلعب في نفس الرواق اللي هو كربخال كربخال من المفترض أنه مدريدي ومن المفترض أنه قائد مدريد وواحد من قادة المنتخب يتحدث بمنتهى الود واللطف عن المبابي ويقول أنه عن يمس لامين يامال سيتحدث بشكل جيد عن المبابي وقال أنه هيشد ودنه فقط عشان خطر الواجبات الدفاعية ولكن في إطار من اللطف والود والحب تمام الأخ لامين قال جملة مهمة جدا بخصوص المدفعين لامين نحن لامين يامال قال جملة مهمة بخصوص المدفعين والنهاردة كان فيه تفرخ كامل بالنسبة لكربخال والناحية الأخرى في الناحية اليسرى عندك كوريا للواجبات الدفاعية لم نرى وجودهم بشكل هجومي مكسف ليه لأننا عندي جناحين سراعة أقوياء ترك لهم المساحات بشكل مفتوح أعتقد أن المنتخب الأسباني في الناحية الفنية في هذا الأمر مداز جدا لنعود إلى مدريد محمد سالم عند لمين يامال ماذا يقولون الآن هل يعتبرونه أنه اقترب جدا من أفضل اللاعبين في العالم نعم يعني هو في الطريق هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم ولكن لا يريد نادي بارسلونة ولا حتى الإسبان أن يضغطوا على لمين يامال إضافة إلى ما ذكره ربما أستاذ محمد مندور مهم جدا هي العلاقة بين اللاعبين وكيف كانوا يحمون لمين يامال لم يكن هكذا كبير جدا عليه لاحظنا كذلك كاربخال عندما سجل الهدف بعد تمرير اختفت ذلك الصراع بين البارسا والريال داخل المنتخب ولم نرى مشاكل كبيرة لمين يامال في اعتقادي لا يريد نادي بارسلونة على وجه التحديد تكرار ما حدث مع أنصفاتي لأننا نعرف أنه أنصفاتي حمل أكبر مما لديه توقع عليه بشكل كبير جدا حمل رقم ماسي كل هذه الأشياء لم تكن أبدا في صالح أنصفاتي الذي اليوم ربما سيتم إعارته لفريق آخر سيعود إلى بارسلونة ولكن ستتم إعارض مشوار عنصفاتي الآن في منعرج خطير جدا لا يريد تكرار نفس الشيء مع لمين يامال يحاولون حمايته بأكبر قدر ممكن أنا أعتقد أنه لاعب كبير جدا يسير في خطة ثابتة الأسبوع الماضي كتبت صحيفة منذ دي بورتي ومقالة مطولة لقاسكون على أن لمين يامال سيكون نفسا قويا على الكرة الذهبية ولكن في اعتقادي لازالي نتظره الكثير لأنه عليه وحقا نتنج كبير مع بارسلونة في مسم القادم وحتى مع منتخب إسبانيا ولكن نحن نشاهد ميلاد نجم كبير جدا أكمل فقط يوم السبتة الماضي عامه السابع عشر وأنا أعتقد أنه بهذا الأداء بارسلونة يمتلك موهبة كبيرة جدا ومنتخب إسبانيا كذلك يمتلك لاعب كبير جدا ممكن يكون له كبير جدا في المستخدم نرى هنا الاحتفال بعيد ميلاد إذن اللعب لمين يمال كان ذلك يوم السبت مع زملائه على مائدة الطعام ما عندوش كثير من شموع كش كثير سمعتين فقط شمع ولكن كان ذلك كافي عقوحة كي يتعلق في هذه البطولة تحت إشراف المدرب لويس ديلا فوانتي ربما وصلنا إلى نهاية الفيديو كانت شمعنا من هذا الفيديو وكذلك نحن نعراج لكم بالتعليق لك وبعدها شخص اشتركوا في الفيديو جديد والسلام عليكم